يا ابن الشمطاء ويا أخ فعلة اللخناء أتريد أن تضع الحبيب محمداً عن قدره فاخسأ فذلك يصعب أحقير شأن واضع من قدر من وصل السماء فكلمته ترحب اخسأ رقيع فما أراك مؤهلاً لتكون نعلاً للنبي الأشرفي نعال نبينا والله أغلى من الكفار طرًا أجمعينا نعال نبينا والله أبهى وأجمل من وجوه الكافرين يا ابن الخبيثة من أهج فأفرحه إذا هجوت وما تعزى إلى أحد دهمك السيل ولك الويل لقد رفع الله ذكره ولا خافظ لما رفعه الله وجعل اسمه مقروناً باسمه تهتف به ملايين الشفاء والله لو حاولت ومعك روي بغاة النصارى والبشر والمواشي والبقر أن تنال من سماء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبداً وسيبقى حجة عليك إلى يوم الدين وشوكة في لهاتك إلى يوم يبعثون والله متم نوره ولو كره الكافرون إنا كفيناك المستهزئين أي أشيمت كم قد قتلتك بالهجاء ولم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار فلتقل ما تشاء فالحق أبقى والمحيط العظيم ماذا عليه من سفيه إلى السفيه رماه ما ضر نهر الفرات يوماً أنخاض بعض الكلاب فيه والله ما ذرأ الإله ولا برى خلقاً ولا خلقاً كأحمد في الورى فعليه صلى الله ما قلم جرى أو لا حبركم في الأباطح أو قبى